كنت عاوز أسألك طبعا موضوع اللهوت لهوت المسيح وهذا طبعا جزء مهم من العقيدة المسيحية لكن كتير من الناس لا تستسيغ هذا الموضوع أو هذا الحديث فإحنا دائما نتكلم عن يسوع نتكلم عنه كابن الله أو الله الظاهر في الجسد فما هي الدلائل للهوت المسيح من كلمة الله نعم المسيح فيه علامات ألوهية كثيرة لقارئ الكتاب المقدس قارئ الإنجيل يلاحظها ويتوقف عندها منها أن المسيح كان غافر الخطايا غافر الخطايا قال للمريض حضروا أربع رجال حاملين مريض مشلول كان في زحمه على الباب ما قدرواش يدخلوا نقبوا السطح ويدلوا المريض على حرام والمسيح قال له مغفور لك خطاياك اليهود اللي كانوا موجودين قالوا مين هذا اللي بيغفر الخطايا فهو اعترض المسيح عنهم قال لهم أيا أصلح أيا أقوى أن يقال مغفور لك خطاياك ولا قم واحمل سريرك وامشي بعدين قال قم واحمل سريرك وامشي أثبت أنه هو القادر أن يشفيه أثبت أنه هو قادر أيضا أن يغفر الخطايا غفران الخطايا لا يجوز إلا من الله الله اللي بيغفر الخطايا ليس الإنسان فالمسيح كان بيغفر الخطايا وفي هناك حوادث كثيرة له في ذلك ترجمة نانسي قنقر